قائد القوات اللبنانية معجب فيه للرئيس فؤاد شهاب يعني فيه نوع من التفكير المماثل لمقاربة رئيس فؤاد شهاب لأنه فيه وصل كتير مهم رجل الدولي والقائد مثل رئيس فؤاد شهاب يعرف كيف يستشير من يستشير من يسمع ولمن يسمع ويعرف متى يأخذ القرار عندما يحين موعد اتخاذ القرار مهما كان القرار صعب وهذا اللي كان يعملوا فؤاد شهاب دائما القاضي الناجحين بعملهم عندهم هالمواصفات هذه ذكرت بعثة إرفد طالما عنده كل هالمواصفات أستاذ سمير جعجل لماذا بترشح للرئيس يعلم متى يقوم بالعمل ماهن بعد أن أقول لك التوقيت أساس بالقيادة كمان في الظروف المناسبة أيضا يعرف قراءة الظروف كيف بدأت تكون وهذا اللي يعملوا فؤاد شهاب طيب خليني أسألك سؤال بعرف ما راح تجيب عليه بس بدي أسألك ممكن تسنح الظروف ويترشح بهذه الانتخابات أمين دكتور ناجح لا ترشيحه ليس مطروحا يعني مثل ما قلنا يعني إذا فيه ظروف تحكم وتتغير ويكون هناك حظوظ واضحة أنه فيه احتمال النجاح وليس فقط النجاح برئاس الجمهورية أيضا النجاح بالمرحلة التي تل الانتخابات الرئاسية ممكن يترشح ما في شيء بيمنع الوصول إلى هذا الموضوع ولكن القرار بالوقت الحاضر هو بعدم الترشيح للمضيء بعدم الترشيح إذا توفر الظروف يترشح لكن اليوم الظروف كانت واضحة والقرار تخذ بناءا على هذه الظروف لأنه عم ناخد خطوات عملية مش مناورات نهاية القرار ترجمة نانسي قنقر